منذ التاريخ المقدس المبتدأ بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحتى نقل ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ثم تقصة أوقاف إسلامية لبيت المقدس مرت بإدة مراحل وعانت من عمليات سلب وطمس وتدمير بتوقيع كل غاز استعمر هذه الأرض المقدسة الأوقاف لها علاقة بالهوية يعني أي أمة من الأمم عندما تقوم بعمل أوقاف هي تعبر عن هويتها ولأجل هذه الأوقاف عقيد المؤتمر الدولي الثامن عشر في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة عشرين أكاديميا وبرعاية هيئة الإغاثة التركية متعاونة مع جامعات تركية وماليزية وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الأوقاف المحاصرة بين مطرقة الاحتلال الصهيوني وسندان التخاذ للدولي أهمية هذا المؤتمر مؤتمر بيت المقدس وأوقاف بيت المقدس بين الماضي والحاضر والمستقبل لتسليط الضوء على أوقاف بيت المقدس التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام بوقفه أرض الخليل أرض حبرون لسيدنا تميم بن أوس الداري وإلى زماننا هذا وتضمنت محاور المؤتمر لمحة عن مكانة أوقاف بيت المقدس في الفقه الإسلامي إضافة إلى جانبها التاريخي في فترات الخلافة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى نهاية الخلافة العثمانية فضلا عن وضعها القانوني في العالم وفلسطين كلنا نعرف أن القوى الأمبريالية والمحتلة عندما أتت إلى منطقة الإسلامية أول شيء تدخلوا في أمور الإدارية في أوقاف الآن حان الوقت أن نحيي أوقاف من جديد ونعيد مجدنا وهضاراتنا من جديد من خلال الأوقاف ويكون هذا الإحياء بتأسيس أوقاف معرفية تهتم بتخريج العلماء الذين يتصدون للنكبة المعرفية التي لا تقل خطورة عن نكبة الأماكن المقدسة علينا أن نسعى إلى تأسيس مزيد من الأوقاف ولا سيما الأوقاف المعرفية الأوقاف التي تهتم بنشر العلم والمعرفة هذه مهمة جدا ولا يوجد في المئة سنة الماضية مع الأسف الشديد أي وقف معرفي يهتم بقضية بيت المقدس فالأمة مطالبة أن تسعى إلى إسقاط نكبتها المعرفية واحتلالها العقلي وما بين واقع مر كرسه الاحتلال الصهيوني ومأمول منتظر من الدول الإسلامية توجه أوقاف بيت المقدس نداء استغاثة عبر هذا المؤتمر إلى كل من يحمل في ضميره القضية الفلسطينية لإنقاذها من الضياء